ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التنسيق بشأن الأراضي المستردة للدولة والتي كانت مجغولة بالتعديات وقلال افتتاحيه المنطقة والمعرض الدولي السنوي للصناعة وجه الرئيس السيسي بالعمل على إعادة تقصيص هذه الأراضي للمستثمرين الراغبين وأنا حفكر نفسي وفكر الدولة أن في أراضي اسمها الأراضي المستردة اللي كان عليها تعدي خلال السنين اللي فاتت ودي موجودة في كل المحافظات وفي أماكن قد تكون داخل كتل سكانية يمكن أو يعني عايز أقول حجم لا بأس به أنا بتكلم على ملايين الأمطار أنا بقول كده لنا كلنا كحكومة وكوزارات معنية بالموضوع أن احنا نسق فيما بيننا عشان نبقى شايفين الأراضي ديت ونقول طيب دي أراضي متاحة نعيد تخصيصها تبقى للقاعد والشروط يا دكتور مصطفى للمستثمرين الراغبين أنهم يعملوا المصانع بتاعتهم الصغيرة ومتوسطة في الموضوع ترجمة نانسي قنقر